إن تحليل أية ظاهرة سواء كانت ظاهرة طبيعية أو ظاهرة اجتماعية لا يتم إلا بإرجاع الظاهرة إلى عللها وأسبابها غاية الأمر إذا كانت الظاهرة طبيعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الفاعلية وإذا كانت الظاهرة اجتماعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الغائية ما معنى ذلك مثلا نحن نلاحظ هذه السنين ظاهرة الأعاصير والفيضانات التي تجتاح المدن الساحلية وتودي بحيات مواطنيها هذه الظاهرة الطبيعية إذا أردنا أن نحللها لابد أن نرجعها إلى أسبابها أي عللها الفاعلية فنقول من مصادر هذه الأعاصير والفيضانات وازدياد نسبة مياه البحار والمحيطات ظاهرة الاحتباس الحراري وهذه ظاهرة خطيرة ستؤدي إلى تفاقم فساد البيئة على الأرض إلى مدى سنين طويلة قادمة وأحيانا تكون أمامنا ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة طبيعية مثلا ظاهرة الزحف المليوني نحو كربلاء نحو قبر الحسين عليه السلام في أيام عاشوراء هذه الظاهرة الاجتماعية تحليلها يرجع إلى فهم أهدافها ومقاصدها هذا ما يعبر عنه بالعلل الغائية لا يمكن فهم أي ظاهرة اجتماعية إلا بتحليل أهدافها ومقاصدها فما هي أهداف هذه الظاهرة أهداف هذه الظاهرة الواضحة لكل متأمل منصف إحياء أمر آل محمد الله صلى الله عليه وسلم آل محمد يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب إذن تحليل أية ظاهرة بإرجاعها إلى أسبابها هذا الأمر الأول الأمر الثاني يا إخوان من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلى التحليل الثورة أي ثورة تعتبر ظاهرة اجتماعية الثورة تنقسم إلى قسمين ثورة انفعالية وثورة فعلية الثورة الانفعالية هي الثورة التي تحدث نتيجة الضغوط المتراكمة فلذلك يتولد انفجار في الوضع الاجتماعي قد يؤدي إلى ثورة انفعالية مثلا المنطق الديالكتيكي الماركسي يركز على الثورة الانفعالية يقول إذا احتدم الصراع بين الطبقات الاجتماعية طبق الرأسمالية والطبق العاملة الكادحة فنتيجة هذا الصراع انفجار الوضع الاجتماعي وحصول ثورة انفعالية قد تؤدي إلى تأميم الثروات والملكية المشتركة إذن المنطق الماركسي يركز على الثورة الانفعالية بينما المنطق الإسلامي يركز على الثورة الفعلية الثورة التي لا تنشأ عن العاطفة ولا تنشأ عن العقل الجمعي وإنما الثورة التي تنشأ عن الوعي والتخطيط الهادف المدروس تلك الثورة هي الثورة الفعلية وهي التي تستحق أن تحلل فينظر إلى أهدافها ومقاصدها الأمر الثالث يا إخوان ثورة الحسين بن علي ثورة فعلية وليست ثورة انفعالية لم تكن ثورة الحسين حركة عاطفية ولم تكن ثورة الحسين انسجاما لعقل جمعي صاخب وعارم وإنما كانت ثورة الحسين مخططا هادفا فاعلا واعيا مدروسا ولذلك مظهران المظهر الأول أن الحسين بن علي لم يفرض على أصحابه الثورة وإنما جعلها خيارية بأيديهم لاحظوا الفرق الواضح بين طارق بن زياد الأموي وبين الإمام الحسين عليه السلام طارق عندما قاد جيشه إلى الأندلس أتلف السفن وأتلف الطعام وقال لجيشه البحر من ورائكم والعدو أمامكم فلا مجال لكم إلا القتال إذن فرضت عليهم الثورة أصبحت ثورتهم ثورة انفعالية ناشئة عن الإضطرار وعدم وجود المأمن والطعام أما الحسين فلم يقل لأصحابه هكذا وإنما قال إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى وخيرا من أصحابي وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للا هو عن غيري الحسين أراد من أصحابه أن تكون ثورتهم ثورة اختيارية ثورة نابعة عن قناعتهم وعن وعيهم بالأهداف وعن معرفتهم بالاستراتيجية العلوية التي سنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المظهر الثاني أن المنطلق لثورة الحسين لم يكن رفض البيعة ليزيد بن معاوية صحيح أن الحسين رفض البيعة وقال يا أمير إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله لكن ليس هذا هو منطلق الثورة وليس منطلق الثورة رسائل أهل الكوفة التي أكدت على أنه إخضر الجناب وأينعت الثمار وإنما تقبل على جند لك مجندة لو كان المنطلق في ثورة الحسين رفض البيعة ليزيد أو الاستجابة لرسائل أهل الكوفة لكانت ثورة الحسين انفعالية واستجابة لعامل خارجي لكن الأمر ليس كذلك إن المنطلق لثورة الحسين عليه السلام حركة الإصلاح فسواء عرضت عليه البيعة ليزيد أم لم تعرض عليه فإنه سينطلق في حركته على كل حال وسواء كتب إليه أهل الكوفة أم لم يكتبوا فإنه سينطلق في حركته على كل حال لأن ثورته ثورة فعلية واعية كما كتب لأخيه محمد بن الحنفية ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فثورة الحسين ثورة روحية وليست ثورة عسكرية لو كانت ثورة الحسين عسكرية لكان الحسين منهزما لكن ثورته كانت ثورة روحية أراد بثورته إيقاظ إرادة الأمة وتحريك عزيمتها وبعثها من سباتها فكان للحسين ذلك وتحققت له أهدافه فكان هو المنتصر لقد أجج الحسين الشرارة وانطلقت الثورات من بعده تنادي باسمه ثورة التوابين وثورة المختار وثورة زيد بن علي وثورة العلويين وثورة الحسين الحسين بن علي صاحب معركة فخر إذن ثورة الحسين ثورة روحية آتت ثمارها وأكلها في وقت قريب